موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك زي ما انتوا عارفين انه المادة عندنا فصل الاول فيه نهايات واتصال وفيه كمان تفاضل وفيه تطبيقات الثلاث واحد اللي في الفصل الاول والفصل الثاني فيه عندنا اللي هو التكامل والاحصاء والاحتمالات كم واحدة هدول هدول يو استاذ هيك بطلعوا خمس واحد واحد اثنين تلات وفي الفصل الثاني اربعة خمس واحد فاحنا هنبلش الان المراجعة وهنبدأ بالنهايات بالنهايات والاتصال هبدأ معاكم بايش بالنهايات والاتصال والنهايات والاتصال هبلش هحل سئلة وزارية سنوات سابقة وهبلش هحل سؤال سؤال وكل سؤال طبعا هنشرحه ونعلق عليه ونحط عليه ملاحظات فنحكي بسم الله ونبلش النهايات والاتصال عشان ما نضيع وقتنا يلا بسم الله على النهاية والاتصال على طول ها هاي اول سؤال اول سؤال هاي جابين لي رسمة زي ما انتوا شايفين ويحكي لي معتمدا الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقترام قاف ما مجموعة قيم الثابت ميم هنبدو الآن قيم الثابت ميم ما مجموعة قيم الثابت ميم يا جماعة السؤال هذا طالب الثابت ميم التي تكون عندها نهاية قاف سين لما سين تقول للميم تساوي صفر النهاية بتساوي صفر طيب يا استاذ لما يعطيني النهاية بتساوي صفر النهاية بتساوي صفر شو بعمل نهاية ايوه اعطيني هيك نهاية قاف سين لما سين تقول للميم النهاية بتساوي صفر إذا أعطي القيمة اللي بعد اليساوي شو هتعمل شو الخطوات الخطوات كالتالية جماعة تروح على محور الصادات يبقى منروح على محور الصادات اللي هو وين محور الصادات يا أستاذ اللي هو هذا المحور طيب عن محور الصادات بالروح عند الصفر عند عند الصفر اللي هو معطيك يا بعد ليساوي هذا طيب يا استاذ هذا محور الصلاة هاي الصفر حلو اعمل خط وفقي ايش يعني خط وفقي يعني بالعرض هيك يعني طيب شوف التقاطعات وين وين التقاطعات هسا وين صار تقاطع وين صار تقاطع استاذ هون صار تقاطع هي هاي هون صار تقاطع وهون كمان صار تقاطع هون تقاطع وهون تقاطع التقاطع الاولان هدا وين التقاطع الاولان يا استاذ عند الواحد. والتقاطع التاني هذا وين? عند السالب واحد. ازن الجواب واحد وسالب واحد. ازن الجواب يا جماعة ايش? واحد وسالب واحد. يبقى الجواب عندي التقاطع التقاطعات اللي صارت عندي. عندي الواحد والسالب واحد. يبقى نروح على محور الصادات عند الصفر. اعمل خط افقي بالعرض. وين صار تقاطعات? صار تقاطعات يا استاذ. عندي الواحد وعندي السالب واحد. اذا هذا هو الجواب يا جماعة. الواحد والسالب واحد او السالب واحد واحد. اللي هي وين? اللي هي السالب واحد واحد اللي هي فرع ايش? فرع دال. اذا جواب السؤال هاد فرع. فرع دال. ماشي? نحكي كمان مرة. معتمدين الشكل المجاور. الذي يمثل منحنا الاقتران قاف. ما مجموعة قيم الثابت ميم. اللي تجعل عندها نهاية قاف سين. لما سين تقول الى الميم. بتساوي. بتساوي صفر. فاحنا حكينا كيف حل السؤال هاد. طالما معطيك القيمة اللي بعد اليساوي. اللي هي صفر. شو بتعمل? بنروح على محور الصادات عند الصفر. واحنا على محور الصادات عند الصفر. اعمل خط افقي بالعرض. عملنا خط افقي بالعرض. وين صار تقاطع? صار عندي تقاطع. عند السالب واحد وعند الواحد. على محور السينات. التقاطع. التقاطع بناخد الجواب من على محور السينات يا جماعة. التقاطع الجواب من على محور السينات. عند الواحد وعند السالب واحد. فبنحكي له ان الجواب هو الواحد والسالب والسالب واحد. طيب ماشي. هاي اول سؤال. تعال نروح على اللي بعدي. السؤال اللي بعدي ما اعطيني. نهاية. نهاية قاف سين سوي 3 هيها لما سين تقول للأربعة ومعطيني نهاية ها سين لما سين تقول لأربعة برضو سوي سالب اتنين وبيحكيلي ما قيمت فما قيمت نهاية اتنين قاف سين ضرب ها سين فبحكيليه شو المطلوب عندي المطلوب عندي هاد نهاية اتنين قاف سين ضرب ها ها سين سين تقول لأربعة إذا بدك أول خطوة أول خطوة شو بنعمل بنوزع النهاية بتصير نهاية تاخد نهاية القاف سين بتاخد نهاية والهاء سين بتاخد نهاية وبناتهم شو فيه بناتهم فيه ضرب يعني هتصير نهاية قاف سين هاي ها القاف سين أعطيتها نهاية طيب اللي اتنين هاي أستاذ جنبيها هون ضرب نهاية ها سين حلو عندك سين تقول لأربعة سين تقول لأربعة هاي وزع وزع النهاية بعد نعوض اللي اتنين تنزل طيب نهاية القاف سين نهاية القاف سين يا جماعة هاي موجودة فوق يا استاذ نهاية نهاية القاف سين لمسي انتوا لأربعة تسويوا تلات هاي هنعوضها بتلات ضرب طيب نهاية الهاء سين موجود عندك نهاية الهاء سين فوق هاي يا استاذ هيها نهاية الهاء سين سالة باتنين ازا هون هنعوض سالة باتنين اضرب اتنين بتلات ستة ستة ضرب سالب اتنين يطلع الجواب سالب ستة باتنين اطناشا الجواب سالب اطناشا ماشي سهل الكلام سهل يا استاذ جدا ازان الجواب عنا يا جمال اللي هو ايش سالب اطناشا اللي هو فرع فرع ما واحد يحكي لي استاذ ممكن ها احل السؤال بدون ما اوزع النهاية بقول له طبعا حل السؤال بدون ما توزع النهاية ها ازا معطيك النهايات جاهزة عوض على طول بصير اتنين القاف سين شو نهاية القاف سين هايها تلات اتنين بتلات ضرب شو نهاية الهاسين نهاية الهاسين سالب اتنين يطلع الجواب تطلع سالب اتنين بتلات ستة ستة باتنين اطناشا سالب اطناشا ممكن تحل السؤال بالطريقة هاي وهي الجواب عندك ايش سالب اطناشا ها ممكن عادي تحل بالطريقة هاي انا مش زعلان طيب هات اللي بعدي تحكيلي اذا كان قاف وها اقطرانين كثيري الحدود وكان معطيني تلاتة قاف اتنين تساوي اطناشا تلاتة قاف اتنين تساوي اطناشا ومعطيني نهاية ها سين تساوي اتنين طيب تعانش في الاولانية هاي اللي معطيني ايها ايش هاي تلاتة قاف اتنين بتساوي اطناشا انا بحكي شايفين يا جماعة شايفين التلاتة هاي اللي جنب القاف اتنين اه شو رايكو التلاتة هاي شو بنسميها هاي يا استاذ بنسميها معامل طب المعامل بنقسم عليه على تلات على تلات فبتروح تلات مع تلات بيضل عندك قاف اتنين اتناش تقسيم تلاتة اربع قاف اتنين يساوي اربع معناته برضو النهاية نهاية قاف سين لما سين تقول لتنين برضو بتساوي ايش بتساوي اربع هاي اسمع الصورة قاف اتنين الصورة ونهاية قاف سين برضو بتساوي اربع ليش استاذ الصورة والنهاية نفس الشيء لانه حكيلي في السؤال انه قاف وها اقتراني كثيري حدود هذا معنى كلمة كثيري حدود لما اطلع الصورة هي نفسها ايش النهاية طيب ماشي اذا 3 قاف 2 تسوي 12 ع 3 ع 3 قاف 2 تسوي ايش تسوي 4 وعندك نهاية الها سين تسوي 3 وكانت نهاية وما اعطيني برضو كمان نهاية سين قاف سين ناقس لا على واحد ناقس الها سين بتسوي سالب واحد وهون سين تقول له اتنين شو هنعمل عوض شو هعمل عوض عطول طيب عوض السين ها السين اللي هي اللي هي اتنين عندك سين تقول له اتنين اذا السين اتنين طب نهاية القاف سين القاف سين هايها نهاية القاف سين مثل اربعة اللي هي قاف اتنين نفسها اربعة اتنين باربعة ماقس لا على واحد ماقس نهاية الها سين اي برضو نهاية الها سين الها سين هايها فوق الها سين تلات اذا هون تلات هذا كل يساوي سالب سالب واحد طيب اتنين باربعة تماني ماقس لا على واحد ماقس تلات سالب اتنين يساوي سالب واحد شو هتعمل ايش هعمل هعمل ايش يا جماع هون هنحط هون عواحد وهنضرب ضرب تبادلي ايوه حطها واحد واضرب ضرب تبادلي واحد ضرب تمانية ناقس لا تمانية ماقس لا سالب اتنين بسالب واحد اتنين طيب هون هاي معادلة هنحط سالب تمانية سالب تمانية عشان نخلص من التمانية بظل عندي سالب لا تساوي اتنين ناقس تمانية سالب ستة. بصير يا استاذ السالب تروح مع السالب. طبعا بصير السالب تروح مع السالب. ولام تطلع ايش? لام تطلع معنا يا جماعة ستة. ازن الجواب لام تساوي لام تساوي ستة. اللي هي اللي هي بقى. كمان مرة السؤال عالسريع? عالسريع. اه تلاتة قاف اتنين نساوي اتناش. هيها. تلاتة قاف اتنين نساوي اتناش. عا تلات عا تلات. قاف اتنين نساوي اربعة. اتناش عا تلات اربعة. برضو نهاية تقاف سين لمسين تقول اتنين برضو تساوي اربعة. معطيني نهاية ها سين نساوي تلات. ماشي. وبدو النهاية هاي. هاي ها. النهاية هاي جماعة. هاي النهاية. بتساوي سالب واحد. هاي النهاية كلاتها بتساوي سالب واحد. شو اعمل? عوض. طيب عوضت. السين اتنين. القاف سين هيها. القاف سين اربعة اتنين باربعة. ناقص لام واحد على. الهاء سين هيها فوق ثلاثة. اتنين باربعة تمانية. ناقص لام على واحد ناقص ثلاث سالب اتنين. نسوي سالب واحد. حطت على واحد. وضرب. ضرب تبادل. الضرب التبادل زي ما انتشايفين. بطلع عندي في الاخر لام يساوي ستة. طيب ناخد السؤال اللي بعدي. هات السؤال اللي بعدي يا استاذ. ناخد هاد السؤال. اه. هاد السؤال. اه. بدو نهاية ستة ناقص اربعة سين لكل تكعيب وسين تقول لتنين. طب هاد السؤال. شو هاد السؤال? عوض مباشرة. هو بدو. بدو نهاية. هاي ها. ستة ناقص اربعة سين. الكل تكعيب. وعندك سين تقول لتنين. كيف هتحل السؤال هاد? السؤال هاد عوض. عوض مباشرة. شو عوض? عوض سين باتنين. هاي ها. هتعوض سين باتنين. يلا عوض سين باتنين. بتصير يا استاذ القوز زي ما هو ستة ماقص السين باتنين. اربعة باتنين. هدول مع بعض طبعا. اربعة باتنين. اربعة باتنين. اللي هي مفروض تمانية. وعندك هون تكعيب. ستة ناقص تمانية. ستة ناقص تمانية سالب اتنين تكعيب. هس التكعيب بلغي السالب? لا. بيضل السالب. واتنين تكعيب. اتنين تكعيب تمانية. اللي هي اتنين باتنين. اتنين باتنين. اربعة اتنين تمانية. وها تكتب اتنين تكعيب ستة. لا يا استاذ ما بنعملها. ماشي ماشي ما بتعملوها. ازن الجواب عندي ايش? الجواب سالب تمانية. وين الجواب هيو? سالب تمانية. ازن هدا السؤال ايش? عوض. السؤال هدا ايش يا جماعة? عوض. شو عوض يا استاذ? عوض قيمة سين اتنين. شيل السين وحط اتنين. بصير اربعة باتنين تمانية. ستة ماقص تمانية. سالب اتنين تكعيب. السالب بتنزل. اتنين تكعيب. اللي هي تمام. برضو يا استاذ هذا سؤال صريف جدا وسهل. سؤال كمان اللي بعدي. صليت عنا يا جماعة. اللهم صلى الله سألنا محمد. برضو السؤال هذا يا استاذ كاتب لي نهاية واحد ناقص اتنين سين زائد سين ناقص واحد عسين زائد واحد. ومعطيني سين تقول لواحد. برضو سين تقول لواحد هاي ها. ايش هعمل? برضو يا استاذ. عوض برضو عوض. ها عوض. يعني دايما عوض يا استاذ. دايما عوض. طيب ماشي هتعوض. عوض. هاي الواحد بنزل. ماقص. السين عندك واحد. فهتعوض السين بواحد. فبتصير اتنين بواحد. هي اتنين. اتنين بواحد اتنين. زائد. السين واحد. هاي واحد ماقص واحد على واحد زائد واحد. عوضت سين بواحد. تعال هون. واحد ناقص اتنين سالب واحد. زائد. واحد ناقص واحد صفر. واحد زائد واحد اتنين. صفر عاتنين صفر. صفر عاتنين يا جماعة صفر. شو ضل الجواب? ضل الجواب يا استاذ. سالب واحد. ازن جواب السؤال هاد ايش? الجواب سالب واحد. ازن عوضنا كل سين. كل سين بواحد. عوضت انا في هذا السؤال. السين هاي عوضتها بواحد. السين هاي عوضتها بواحد. السين هاي عوضتها بواحد. اتنين بواحد اعطتني اتنين. والسين هاي واحد. والسين اللي تحت ايش? واحد. وحسبت. شو حسبت? واحد نقص اتنين سالب واحد. طيب واحد نقص واحد صفر. وعلى اتنين. ازا الجواب بطلع معي ايش في النهاية? بطلع جواب سالب سالب واحد. اللي هو? اللي هو بق. سالب واحد اللي هو ايش? اللي هو بق. معي يا حبايبي? معك يا استاذ. طيب نروح السؤال لبعدي? هاد السؤال اللي بعدي. طب السؤال هاد شو عملنا فيه? عوض. السؤال اللي قابليه عوض. طب السؤال اللي قبلي. برضو كان في عوض. اه كله في تعويض وضرب ايش. تبادل. روح السؤال اللي بعدي. ها. السؤال هذا برضو معطيني كاف. سين تربيع زائد خمسة يساوي اربعة عشر. وسين بتقول الى سالب ثلاثة. معناته هعوض برضو سين بسالب ثلاثة. برضو يا استاذ? اه برضو. بتصر كاف. عندي هون هاي هسين تربيع. هعوض السين. انا بعوض السين كام? سالب ثلاثة. بتصر سالب ثلاثة تربيع. سالب ثلاثة ها. تربيع. زائد خمسة تساوي اربعة عشر. سالب ثلاثة تربيع. طبعا التربيع بالغي السالب. تربيع بالغي السالب يا جما. تلاثة تربيع تسعة. تسعة بكاف تسعة كاف. زائد خمسة يساوي اربعة عشر. وهاي زي ما انتم عارفين هاي تعتبر هاي معادلة. هاي معادلة خطية. معادلة خطية. هنحط ناقص خمسة. معاقص خمسة. هتروح. هضل عندي تسعة كاف تساوي اربعتاش نقص خمسة تسعة. هقسم على تسعة. على تسعة. تسعة مع تسعة. هطلع عندي كاف تساوي واحد. اذا هذا السؤال شو طلعت كاف يا جماعة. كاف تساوي ايش. كاف تساوي واحد. ارجع يلا. وين? هاي الجواب عندك اللي هو باء. كاف تساوي. كاف تساوي واحد. اذا عوضنا. عوضنا. صارت معادلة. صارت معادلة. سهلة جدا. حلناها وطلعنا قيمة كاف. صليطوا عندي يا جماعة. اللهم صلى على سيدنا محمد. واحد السؤال اللي بعدي. اه السؤال هذا يا استاذ الان. هاي السؤال كتب لي نهاية. سين تربيع زائد ستة سين. زائد خمسة. على اتنين سين زائد عشر. وسين تقول لي ايش? سالب. سالب خمسة. هنعوض يا استاذ هون في هذا السؤال. هنعوض يا استاذ. اه برضو هنعوض. بس لما تعوض في هذا السؤال الان. لما تحكي سالب خمسة تربيع. هاي خمسة وعشرين. ستة بسالب خمسة سالب تلاتين. وزائد خمس. خمسة وعشرين زائد خمسة تلاتين. نقص تلاتين. هيطلع البسط ايش? صفر. اتنين بسالب خمسة. اتنين بسالب خمسة سالب عشر. زائد عشرة. برضو المقام صفر. طلع الجواب صفر عصفر معناته حلل. ها. يبقى البسط والمقام يا جماعة تحت اتنين بسالب خمسة سالب عشرة زائد عشرة. طلع البسط صفر. والمقام ايش? والمقام صفر. شو بدك تعمل? بدنا نحلل. تمام? طب كيف احنا بنحلل? هاي النهاية. سين تقول لسالب خمسة. ملناش فيها. هاي الكسر. سين تربيع زائد ستة سين. سين تربيع. سين تربيع زائد ستة سين زائد خمسة. شو تحليلها هاي? هاي يا استاز عبارة عبارة تربعية. اللي هي كيف بتتحلل عبارة تربعية? افتح قوسين. السين تربيع. بتحطو هون سين. وهون سين. الاشارة الاولى بتنزل زمهية. وبعدين بضربها مع الاشارة التانية. موجب ضرب موجب? بعطينا برضو موجب. او الاشارات المتشابهة بتعطي موجب. المتشابهة بتعطي موجب. والمختلفة بتعطي سال. اما الاشارة الاولى دايما تنزل زمي. بدنا عددين نضروبهم يعطونا خمسة. واحد بخمسة. طب واحد بخمسة دول لو جمعناهم هيعطونا ستة. اه لو جمعناهم يعطونا ستة. ممتاز ممتاز. واحدة بخمسة. احترام كبير واجب. يعني هون خمسة وهون وهون واحد. طب اللي تحت اتنين سين زائد عشرة. اتنين سين زائد عشرة ما انتوش عارفينها? اتنين سين زائد عشرة. اللي هي اتنين سين زائد العشرة اتنين بخمسة. شو جزدك يا استاذ? يعني هاخد اللي اتنين عامل مشترك. مزبوط. خد اللي اتنين عامل مشترك. هيضل عندك سين زائد سين زائد خمسة. ازن تحت اتنين. وهي سين زائد خمسة. صار في اختصار? انا انا شايف انه صار في اختصار. وين? هيها سين زائد خمسة. مع سين زائد خمسة هاي. هنختصرها. سين زائد خمسة مع سين زائد خمسة. يبقى انا حللت. اختصرت. عوض الان. عوض الان. بعد التحليل والاختصار عوض. عندك سين. سالب خمس. ازا سالب خمسة زائد واحد على على اتنين. سالب خمسة زائد واحد سالب اربعة. على اتنين تنزل السالب. واربعة على اتنين اللي هي اللي هي اتنين. ازا الجواب النهائي سالب اتنين. موجود عندنا سالب اتنين? اه هي الف. سالب. سالب اتنين. ماشي يا جماعة? يبقى السؤال كيف نحل? هذا يا استاذ اللي هو بيطلع ناتج التعويض صفر على صفر. هذا بيطلع ناتج التعويض صفر على صفر. صفر على صفر شو بتعمل? حلل. اختصر. وارجع ايش? وارجع عوض. حلل اختصر وارجع عوض. صفر على صفر يا جماعة. حلل. صفر على صفر. حلل. اختصر. ارجع عوض. حلل واختصر. وارجع ايش? وارجع عوض. طيب. اللهم اصل على سيدنا محمد. ناخد السؤال اللي اللي بعده. ايوا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده شو بيحكي لك? السؤال اللي بعده يا استاذ بيحكي لي اذا كان قاف سين يساوي هاي الاشياء. وكان قاف متصل. قاف ما له يا جماعة? قاف متصل. كلمة قاف متصل هاي على طول معناته. على طول معناها. انك لما تعود هون عندك هون تلاتة. سين تربيع زائد تلات. وعندك ميم تكعيب سين ناقص واحد. هدول بيساوي بعض. معنى كلمة متصل. يعني بيساوي بعض. ها. اللي هي مين يا استاذ اللي بيساوي بعض? اللي هما هدول يا جماعة. اللي هما هاي. وهاي بيساوي بعض. ليش? لانه بيحكي لك ان الاقترام ماله متصل. هاي تلاتة سين تربيع زائد تلات. ميم تكعيب سين ناقص واحد. وعوض الان. عوض. عوض ايش يا استاذ? هو ايو بيقول لك. سين تساوي اتنين. عوض سين باتنين. حاضر. اتنين تربيع. السين هايها. وين السينات اللي عندي في السؤال? هاي عندك سين تربيع. وهاي عندك كمان سين. السين بتعوضها باتنين. اتنين تربيع اربعة. اربعة بتلات اتناش. اتناش زائد تلات خمستاش. هاي عوضت الجاهاي. عوضت الجاهاي يا جماعة. اتنين تربيع اربعة. تلاتة باربعة اتناش زائد تلاتة خمستاش. ميم تكعيب باتنين. بتصر اتنين ميم تكعيب. ميم تكعيب باتنين. اتنين ميم تكعيب. ميم تكعيب باتنين. اتنين ميم تكعيب ناقص واحد تساوي خمستاش فيه ناس بتحب شكلا يكون هيك هاي شو يا جماعة استاذ هاي هاي معادلة هاي جماعة ايش معادلة هنيجي عندي السلب واحد نحط زائد واحد زائد واحد راح ناقص واحد وزائد واحد شو يضل عندي اثنين ميم تكعيب هتساوي خمستاش زائد واحد ستاش هنقسم على المعامل على اثنين على اثنين راح نظل عندي ميم تكعيب تساوي ستاش ع اثنين تمانية طب سؤال ماشي ايش السؤال يا استاذ احنا كنا نتخلص من التكعيب هاد التكعيب هاد يا استاذنا يا حبيبنا بنحط له جذر تكعيبي جذر تكعيبي فبيروح الجذر التكعيبي مع التكعيب بطلع عندي ميم تساوي شو الجذر التكعيبي للتمانية اثنين اخدناها في التأسيس الجذر التكعيبي والجذر التربيعي اذا الميم تساوي ايش ميم تساوي اثنين يبقى هون قاف متصل عندي سينة اثنين بتكتب هاي بتجيب هاي وبتجيب هاي وبتسويهم بعض وتعوض تطلع معادلة حل المعادلة السالب واحد زائد واحد والاتنين قسمنا عليها والتكعيب نحط له جذر تكعيبي والجذر تكعيب للتمانية بيساوي ايش بيساوي اثنين اذا الجواب ميم تساوي اثنين اللي هو با ميم تساوي اثنين اللي هو ايش اللي هو با اللهم صلى الله سيدنا محمد نكمل يا جماعة نكمل يا جماعة نكمل يا اثنين اوه طيب وصلنا عند السؤال هاد اللي هو بيحكي لك اذا كان قاف سين متصلا عند سين نساوي 3 شوفوا يا جماعة شو بيحكي لك متصلا عند سين نساوي 3 وكانت النهاية هاي بتساوي 1 هاي النهاية هايها بتساوي 1 فإن قيمة قاف 3 طيب السؤال المعطيني معطيني نهاية شوفوا نهاية 2 قاف سين ناقص 3 3 سين بيساوي 1 وعندك سين تقول لها 3 هو بيحكي لك الاقتران ماله متصل عند سين نساوي 3 متصل وبيده قاف 3 عاوض يا سيدي شو هدا يا أستاذ كل امتحنت عاوض عاوض شو عاوض عاوض كل سين كل سين عندك عاوضها بيش بتلات هاي في عندي سين يا أستاذ وفي هاي كمان سين عاوضهم تلاتات طيب بصر عندي اتنين قاف السين 3 عاوض ناقص 3 بتلات 9 مساوي 1 طيب في عندي هون ناقص 9 الناقص 9 هاي هحط زاء 9 زاء 9 هتروح هيضل عندي اتنين قاف 3 طبعا قاف 3 اللي بدنا اياها وين هاي ها قاف 3 اللي بدنا اياها اذا الناقص 9 حط زاء 9 ضل اتنين اتنين قاف 3 يساوي واحد زاء التسعة عشر على اتنين على السريع على اتنين هتروح بطلع عندك قاف التلات بتساوي عشر على اتنين خمس معناته الجواب قاف 3 بتساوي خمسة اللي هي برضو فرع فرع باء اللي هي فرع ايش يا جماعة فرع باء سهل السؤال هادو اللي في مشكلة سهل جدا يا أستاذ نهاية اتنين قاف سين نقص ثلاث سين نساوي واحد هو بده بده قاف 3 عوضنا السين ثلاث صارت معادلة حلنا طلع ما نقاف ثلاثة يساوي ايش يساوي خمسة حلو جدا السؤال طيب ننتقل للسؤال اللي بعدي ايوة السؤال هاد بحكي لك قاف سين نساوي وكانت نهاية قاف سين لما سين تقول له سلب اتنين موجودة النهاية ما لها النهاية موجودة يا جماعة النهاية ما لها النهاية موجودة فما قيمة الثابت ميم بدنا الثابت ميم يحكي لك النهاية موجودة معناته هاد يساوي هاد ايوة تمام يعني سين تربيع زائد واحد عالسريع بتساوي خمسة سين ماقس ثلاثة ميم طب وبعدين عوض عوض شو عوض يا استاذ ما هيو عندك سين تقول لا ايش سين تقول لا سالب اتنين عوض سين بسالب اتنين يعني سالب اتنين تربيع زائد واحد يساوي خمسة بسالب اتنين ناقص ثلاثة ميم سالب اتنين تربيع اربعة اربعة زائد واحد خمس بتساوي خمسة بسالب اتنين سالب عشر سالب ثلاثة ميم انا عارف المعادلة هي بتحبو تعدلوها يعني تصير هيك سالب عشرة سالب ثلاثة ميم بتساوي خمسة يعني خليت هدول الجاي وهالجاي السالب عشرة هنحط لها زائد عشر عشان نخلص منه بتروح بتظل عندي سالب 3 ميم تساوي 5 زاد 10 15 هنقسم على على سالب 3 عشان نتخلص منها على سالب 3 راحت بظل ميم تساوي السالب بتنزل في الجواب يا جماعة و 15 تقسيم 3 اللي هي 5 إذن الجواب ميم تساوي ميم تساوي سالب 5 اللي هي اللي هي إيش دال تمام مفهوم السؤال هاد مفهوم يا أستاذ إذن بيحكي لك النهاية موجودة معناته السطر هاد بيساوي السطر هاد هدول متسويات إيش هدول يا أستاذ هدول ما هو زمن تعرفين السطر الأولاني اللي هو سين تربزاد واحد سين أصغر من سالب 2 هاي معني من الشمال اللي هي نهاية سين تقول لسالب 2 من اليسار وهاي اللي هي نهاية سين تقول لسالب 2 من اليمين النهاية من اليسار بتساوي نهاية من اليمين أو نهاية من اليمين بتساوي نهاية من اليسار اكتبها زي ما بتقول وعوضوا بس بما أنه السؤال دوائر أنا كتبت هاي مباشرة وهاي مباشرة عوضت وطلعت إيش وطلعت قيمة ميم هذا كان آخر سؤال فهذا الامتحان هذا كان آخر سؤال فهذا الامتحان يجمع يبقى سريعا سريعا الأسئلة اللي كانت عندي ها نرجع للأسئلة سريعا هاي هم هاي هوا هذا المقدمة آآ حكينا كان على الرسم خدنا سؤال على الرسم اللي هون معطيك القيمة اللي بعد اليساوي بعدين معطيك نهايات وبدو النهاية هاي بعوض هذا السؤال كان ايش كان عوض عوض السؤال اللي بعديه برضو عوض وهون في ضرب تبادلي ضعويض وضرب تبادلي وهذا السؤال كان فيه برضو تعويض هذا كمان تعويض هذا كمان تعويض وحل المعادلة بعوض وبعدين بطلع قيمة كاف هذا السؤال تعويضه صفر على صفر حلل اختصر وبعدين عوض حلل واختصر وبعدين عوض والسؤال هاد القاف متصل هذا متصل سويت هاي مع هاي وعوضت على الطرفين وحليت المعادلة والجذر التكعيب تخلصت منه التكعيب تخلصت منه بالجذر التكعيبي هذا السؤال برضو عوضنا وحلينا المعادلة وهذا السؤال ان هاي موجودة اليميم تسوي اليسار يعني كتبت هاي وكتبت هاي عوضت وحليت برضو وحليت المعادلة هاي اسئلة اسئلة النهايات في امتحان كامل وهذا كان اخر امتحان اجا في التوجيه وهاي اسئلة النهايات زي ما بنحكي هذا اول اول الغيثي قطرة هاي بلشنا هاي بلشنا في النهايات هاي بلشنا مراجعة النهايات هنضلنا نراجع نهايات بس نتخلص النهايات هننجل على التفاضل بعد التفاضل التطبيقات بعد التطبيقات التكامل بعد التكامل احصاء والاحتمالات وهي المادة عندكو كاملة يا جماعة مفتوحة كاملة بالنسبة للطالب الجاب اي طالب جاب المكثف عنده الفصل الاول مفتوح كامل والفصل التاني مفتوح كامل اي درس بتحب تراجعه كامل شايف حالك عندك همة وحابب تراجع درس معين ارجع للدرس عندك في الفيديوهات الكاملة او في الحصص الكاملة وراجعه احضر الحصة يعني برضو اذا بتحبه بشكون شيء كويس عادي ما في مشكلة عادي يا جمع المادة مدتها ان شاء الله مش طويلة كتير واي درس ممكن تحضره تراجعه كامل واللي اساسياته ضعيفة وعنده مشكلة بالاساسيات واجه عندنا يعني جديد فعندك الحصص الاساسيات اللي في البداية لا تقصروا فيهم الاساسيات هدول بريحوك جدا في حل الاسئلة زي ما انتم شايفين عشان ما تغلط في الجماعة والطرح والاختصار وحل المعادلة والقصص والقصص هاي يعني امورنا ماشية لحد الان ها نكمل نكمل في الحصة الجاية ان شاء الله موقع حصص انلاين نضع العلم بين يديك